عبر مجلس الامن عن قلقه العميق من اثر الازمة السورية على استقرار لبنان وشجع اللبنانيين على احراز تقدم سريع لضمان اجراء الانتخابات بالاجماع ضمن الاطار الزمني الدستوري اعضاء مجلس الامن واذ رحبوا بعد اطلاعهم على تقرير منصق الامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي بالهدوء على طول الخط الازرق وفي منطقة عمليات اليونيفل عبروا عن قلقهم من حوادث اطلاق النار على الحدود اللبنانية السورية والاعتقالات وتهريب الاسلحة وشددوا على ضرورة ان يحترم اللبنانيون سياسة النائب النفس وعدم المشاركة في الازمة السورية